قدم وزير المالية القبرصي ميخايل ساريس أصدقالته اليوم بعد إتمام المحادثات مع المقردين الأجانب بشأن حزمة إنقاذ أجبرت الجزيرة على فرض ضرائب كبيرة أهل أصحاب الودائع المصرفية مقابل الحصول على المساعدة وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام من تحميل الكنيسة الأرتدوكسية القبرصية ساريس مسؤولية إفلاس المصارف القبرصية دعية إياه إلى الاستقالة